المكتب المركزي المكتب المركزي لأبحاث القضاء يتابع المدرية العامة المراقبة الترابي الوطني وبتنسيق وثيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية يتمكن من توقيف 13 شخصا يشتبه في موالتهم لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية المجلس الأعلى للحسابات والمدرية العامة للأمن الوطني وقعان برطوكول اتفاق لتطير التعاون بشأن استخدام المنظومة الوطنية لتعريف الإلكترونية التي طورتها المدرية للعامة للأمن الوطن بعد تعثر الأندية الوطنية في ذهاب مسابقات القارية الإفريقية تدخل فرق الولاد والرجاء والجيش الملكي لقاءات الإياب في مسعى لتحقيق نتائج إيجابية والتأهل للمربع الذهاب ألم يكن من جديد في سياق الجهود المتواصلة التي ما فتأت المملكة المغربية تبذلها من أجل محاربة الإرهاب تمكن المكتب المركزي الأبحاث القضائية التابعي للمدرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق وثيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية بعدد من مدن المملكة من توقيفه 13 شخصاً يشتبه في موالاتهم لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي تتراوح عمرهم ما بين 19 و 49 سنة في عمليات أمنية شملت مدن الدار البيضاء بن ملال المحمدية خنيف رات مارة فلت طنجة القصر الكبير الرساني وبركان تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمدرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف 13 شخصاً يشتبه في موالاتهم لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية تتراوح أعمارهم بين 19 و 49 سنة حسب بلاغ نشره المكتب اليوم البلاغ أكد أن هذه العملية تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف وأسفرت بعد تفتيش منازل المشتبه فيهم عن حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاؤها للخبرات التقنية الضرورية بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة تتضمن خطباً لمنظر الفكر المتطرف ومنشورات تبيح العمليات الانتحارية وتحرد على العنف وحسب الذات البلاغ تشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن بعض المشتبه فيهم تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وطنية حساسة إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات الإرهاب الفردي حيث انخرطوا فعلياً في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف بالموازات مع القيام بأبحاث مكسفة بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات كما أوضحت التحريات أن بعض المشتبه فيهم تمكنوا من نسج علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف التنسيق للالتحاق بإحدى فروع تنظيم داعش خاصة بمنطقة الساحل والصحراء هذا وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية أكد رصد التقاطعات والارتباطات الإقليمية والدولية المحتملة لهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب وأمام تجدد أساليب وأدوات الإرهابيين ركم المغرب تجربته وسط وطور استراتيجيته في مكافعة هذه الأفا وحصنا مكتسباته لمحاصرتها عبر مقاربات وعلى رأسها المقاربة الأمنية الاستباقية واتخاذ تدابير اليقظة الأمنية والحضر والتعاون الإقليمي والدولي محمد الوهيبي ظاهرة الإرهاب ظاهرة عالمية جريمة عابرة للقارات بتداعية إقليمية ومحلية لاشتثاث منابعها تبنى المغرب استراتيجية متعددة الأبعاد مرتكزاتها المقاربة الأمنية الاستباقية واليقظة والحضر والمقاربة الدينية المتسمة بالتسامح والاعتدال والوسطية والمقاربة التنموية كما هو معلوم الاستراتيجية الوطنية المتميزة التي تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة يتم اعتمادها من طرف الأجهزة الأمنية لمحاربة كل أسباب تطرف الإرهاب على المساور الوطني المغرب تبنى استراتيجية مندمجة في هذا المجال أي محاربة الإرهاب وترتكز حول مقاومات متعددة فمنها الشق الأمني وكذلك تعاون الدولي فيما يتعلق بتنسيق سياسات العمومية المتعلقة بمقاومة الإرهاب نجاعة وفعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتصدي لكل أشكال التطرف عززت موقع المغرب بين الدول العالمية كمحوار أساس في تجفيف منابع التنظيمات الإرهابية العمل الجدار لن تقوم بسلطات الأمنية والأجهزة الأمنية عموما بشكل منفريد أو بشكل مندمج ومتعاون بين مختلف الجهة وحساسية هذا الموضوع يجعلها دائما في عمالي استباقية لكل الأعمال الإرهابية وهو شأن يمكن أن نفتخر به المغرب كما تفتخر به هذه الأجهزة الأمنية وبالتالي فيقضت أجهزة الأمن المغربية المتخصصة في محاربة هذا النوع من الجماعات والعناصر الإرهابية فهو يعكيس بأن الدور الذي تقوم به المملكة المغربية في هذا الباب لا يقتصر فقط على المستوى الوطني ولكن كذلك على المستوى الدولي التصدي لتمويل الإرهاب والتعاون الإقليمي والدولي ومطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن جنب المصالح الحيوية للمملكة ومع الأفراد والجماعات مخاطر التهديدات الإرهابية مكافحة الإرهاب بالنسبة للمملكة هو خيار استراتيجي منذ سنوات المملكة المغربية نموذجه الأمني ونموذج متفرد ونموذج يقوم على اليقظة المبكرة وعلى الاستباق ويعتمد على سيادة القانون عشرين سنة كانت كافية ليؤكد المغرب من خلال أجهزته ومن خلال استراتيجية اليقظة الشاملة وكل الإجراءات الدقيقة المتعددة والفعالة بأن المغرب ضلورة استراتيجية وقائية استباقية شاملة أعطته ميزة في مكافحة ومحاربة الإرهاب على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والدولي ريادة المغرب في جهود لمحاربة التطرف والإرهاب خولوا للاطلاع بدور هام داخل الهيئات متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب والتطرف لا سيما بصفته الرئيس المشارك لمركز التفكير حول إفريقيا داخل التحالف العالم ضد داعش في العمالي الحكومي صادق مجلس الحكومة برئاسة رئيسي الحكومة عزيزة خنوش على عدد من نصوص القانونية وتنظيمية منها مشروع مرسوم تعلق باللجأة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث ومشروع مرسوم يحدد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة ومشروع مرسوم آخر يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وعلت الحكومة بالمناسبة أن الحوار الاجتماعي كلف خزينة الدولة حوالي 9 ملايير درهم دون احتساب المبلغ المخصص للترقيات التي كانت مجمدة على مدى سنتين أبرم المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني بروتوكول اتفاق لتأثير وتيسير التعاون بين الطرفين بشأن استخدام المنظومة الوطنية لتعريف الإلكترونية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني يتيح هذا الاتفاق الثناء الذي وقعت السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والسيد عبداللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطاية التعريفية الوطنية وتتميمها وذلك تيسيرا لعمل المحاكم المالية وتحقيقا للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المصدرية الموكولة لها ويمنح هذا تعاون المؤسسات للمحاكم المالية إمكانيات التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها بما يضمن سيادة القانون وإنفاذه وذلك وفق آلية مؤمنة تراعي ذوابط وإملاءات حماية المعطايات ذات الطابع الشخصي وتحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه فقد نص هذا الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مكونة من ممثل أطراف الموقعة يُعهد لها بالصهري على التنفيذ السليم لأحكام هذا الاتفاق بمناسة الذكرى الخامسة وستين لتأسيس احتفلت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتمييز وذلك من خلال تخصيص أربع جوائز للمتبوقين والمتميزين في أربع مجالات وفا أليا قبي وياسي المرافق وحسن المساوي الجائزة الأولى في مجال الذكاء الاثنعي كانت من نصيب الأستاذ الباحث بجامعة ابن طفيل بالقناترة السيد محمد كاس بعد إنجازه لتطبيق يساعد على التعرف على مشاعر الأشخاص من خلال صورة الوجهة وهذا التطبيق عنده أبعاد يعني اجتماعية باش يعولينا الناس اللي هما اللي بيخصون زاجة ولا الزامة العجازة والناس اللي يعني في وضعيات صعبة ولي كيعيشوا باحدهم وحتى بنسبة للمرضى اللي تكونوا مشانا في المستشفى يجوه هذا يعني ممكن أنه يحلل يعني التعابير دي الوجه دياله ما يعرف يعني شنو اللي تخيط ممكن كيل ففا وهذا يكون عندنا في حد لاباس دي التعلم يعني قاعدة دي البيانات اللي فيها صور دي الناس وفي كل صورة دي الناس تكون عندنا الإحساس اللي كان في ذاك الصورة تتويج أيضا للمجهودات المتعلقة بالتنمية المستدامة داخل المدارس وتشجيع ثقافة المقاولاتية في صفوف خريجي مؤسسات التكوين المهني دورة تكوينية اللي قدمناها لحامل المشاريع للمواكبة اللي قمنا بها لإنجاز دراسات الجدوى لحامل المشاريع وكذلك مواكبة أثناء تأسيس المقاولة وخلق المقاولة وفي هذا السنة دي الـ 2020 فتمكننا الحمد لله بخلق عشرين مقاولة على مستوى شباك مدينة مكناس وكذلك المواكبة البعدية اللي تنقدمها للمؤسسات اللي تم الخلق ديال العالم الأنشطة اللي درنا هي الاحتفال بالأيام العربية والعالمية هي اللي درنا بس حصلنا على الجائزة هذه الأنشطة دخلها في نادي الأليكسو منتسب ضمن النوادي اللي منتسبة ضمن المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة هناك مجموعة من النوادي العربية ونحن كنا نمثل فيها المغرب والحمد لله من اللي وصلنا هنا هذا يعني أننا نمثلنا المغرب أحسن أحسن تمثيل كما خصصت لجنة الأليكسو جائزة لتراث ثقافي المادي واللا مادي اللي قوقي بأعمالهم وكذلك بالميادين تكوينهم وبهذا تم نشأ أربع جوائز خاصة وهذه لحظة كذلك لتتويج هؤلاء الباحثين عن الأعمال التي قاموا بها وكذلك البحوث التي قاموا بها لنستفيد منهم لنستفيد منها نحن وكذلك عموم الأشخاص أو المغاربة في ميدان البحث العلمي جوائز سجيعية من شأنها حشد الهمم وخلق روح المنافسة للمزيد من العطاء والبحث العلمي الهادف في تطورة الأزمة الخطيرة التي تعيشها السودان معارك عنيفة في العاصمة السودانية ودارفور ومع ذلك فقد أكد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تعمل بجد مع طرفين نزاع في السودان لتمديد الهدنة التي تنتهي بنهاية اليوم لليوم الثالث عشر تتواصل المعارك الدامية في السودان حيث تعيش العاصمة الخرطوم على وقع القنابل وتبدل النيران بعد تجاهل طرفي نزاع الهدنة المتفق عليها فيما احتدم القتال في دارفور غرب البلاد لليوم الثاني على التوالي بمختلف الأسلحة ورغم تواصل المعارك أكد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تعمل بجد مع طرفي النزاع في السودان لتمديد الهدنة التي تنتهي اليوم وزارة الخارجية السودانية من جانبها نفت دخول الجيش في تفاوض مع قوات الدعم السريع وقد أسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل أكثر من خمسمائة شخص على الأقل وجرح الآلاف بحسب وزارة الصحة السودانية ومع اجتداد حدة القتال في عدة مدن سودانية يواجه عدد كبير من المعارك بقي أخبار العالم في هذه الجولة المختصرة مع عبدها بكاراتي والبداية بموجة الحر التي تعيشها إسبانيا إسبانيا تشهد موجة حر مبكرة مع درجات حرارة أعلى من المتوسط في بعض المناطق بحوالي 15 إلى 20 درجة مئوية ووصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مدينة إشبيليا جنوب البلاد حريق اندلع في غبة سان بيرناردينيو الوطنية بالقرب من كاليفورنيا السلطات قالت إن الحريق أتلف ما بين 7 إلى 10 أفدنا حتى الآن مع عدم وضائق غابات باستمرار خلال السنوات الأخيرة بسبب تغير المناخ رئيس الأمريكي جو بايدن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل سعيا للحصول على ولاية ثانية بايدن بهذا الإعلان يضع حدا للتكاهنات بشأن موقفه ليضع نفسه مرشحا في مواجهة جديدة مع رئيس السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الكوريا الجنوبي يونسون يول يواقعان اتفاقا جديدا يتضمن خططا للنشر غواصة نووية أمريكية في كوريا الجنوبية اتفاق يهدف إلى إظهار الدعم لسيول وللمساعدة في رضع أي هجمات تقوم بها جارتها كوريا الشمالية وطنيا المتحف الفنون يفتح أبوابه بمدينة قدير إلى جانب مجموعة أخرى من المشاريع التي تندرج في إطار تهيئة الحضرية للمدينة من بينها المرآب تحت عرضية للبعاث ومشاريع أخرى تسهم لمحالة في النهوض بالمدينة سكين الهاشيمي وياسي المعاسي متحف جديد ديار النورة بعاصمة سوس متحف الفنون يغني الرصيد الثقافية للمدينة ويضفي عليها مزيدا من الجمال رسالة علمية وثقافية يحملها المتحف عبر عرض أثار وتحف تعبر عن تراث محلي وإنساني شهدنا على المجموعة عن البنايات التقافية التي الحمد لله كتعرفها للمدينة قدير كتعرفها عن تطور ملموس وكتعرفوا بأننا نريد أن نوصلوا الأهداف التي وعدنا بها المغربة بما فيهم الصناعة التقافية والالتزام منها بقوية تحل التقافية لابد أن يكون هناك بنايات تقافية في المستوى للمدينة قدير كتعرفوا عن التطور ملموس التي تشوفوها بعينكم الحمد لله هذا النهار هذا هذا النهار تاريخي لماذا تاريخي؟ لأنه درنا متحف هنا في أقدير بريت نشكر أول صاحب الجلالة ناصر الله لأنه دار هذه التقافية في هذه المستوى المستوى ديال البلادات المهمين في الدنيا وبريت نقول لكم بينما المغرب أفريقين كي يخذوا كمثال المشاريع الجديدة أيضا تهم افتتاح المرآب تحت أرضي الانبعاث وتقديم أشغال تهيئة القاعة الرياضية الانبعاث وتقديم أشغال تهيئة ممر ايتسوس وساحة ايتسوس نحن سعادة بتتشين واحد بجموعة من المشاريع اللي كتدخل في برنامج برنامج تيئة الحضاري لمدينة أقدير اللي اعطى الانطلاقة ديالة صاحب الجلالة ناصره الله هذه المشاريع كلها كتدخل في إطار إغناء البنية التحتية لمدينة أقدير من أجل تحسين جودة الحياة بها ومن أجل جعلها مدينة جدبة تغري ساكينتها بالعيش وتغريد بواطنين بالاستثمار فيها والزيارة ديتها هذه كلهم مشاريع داخلين في إطار البرنامج الحضارية للأقدير واللي هو مشروع ملكي إذن هذه كلهم قطاعين أساسيين للسالكوبرت للقاعة المغتط إطار التنمية الرياضية مشاريع من بين أخرى تدخل في إطار التهيئة الحضارية لمدينة أقدير مشروع ملكي يروم النهوضة بالمدينة وجعلها قطباً اقتصادياً ذا جديبية وتنافسية صورة المغرب في بعده الإفريقي موضوع ندوة علمية نظمتها مؤسسة على الفاسي بإطار برنامجها الثقافي بحضور عدد من الأساسيذة والباحثين عماد أمسمير عثمانتازي الندوة العلمية عرفت تقديم العديد من المداخلات حول موضوع المغرب في بعده الإفريقي حيث مكنت هذه المداخلات من فتح مقاش بين الباحثين من أجل فهم خصوصية المغرب في علاقته بإفريقيا هو موضوع يتمتع برهينية كبيرة باعتبار أن المغرب غادر هذه الاتحاد أو المنظمة أنا ذاك منظمات الوحدة الإفريقية 1984 ثم عاد إليها في سنة 2017 إذن بعد هذه المدة الغياب جاء الحمد لله استرجاع المكانة التي كانت للمغرب ولكنه بنفس جديد وبآفاق جديدة الفرص التي تتيحها هذه العلاقات وأيضا إمكانية توضيف القوة الناعمة لأجل تمتين هذه العلاقة من جهة وكذلك من أجل تحقيق نموذج تعاون جنوب جنوب بما يستفيد به المغرب طبعا من الفضاء الإفريقي من جهة وكذلك تقاسم المغرب لفرصه ولتجاربه وخبراته مع الفضاء الإفريقي المتدخلون في هذه الندوة أكدوا على أن المغرب أضحى شريكا لعدد كبير من الدول الإفريقية بحيث أصبح يتنزل منزلة رفيعة وقطبا اقتصاديا له القدرة على الدفاع عن مصالح القارة السمرة الموضوع هو مهم جدا بالفعل لسيما في هذه المرحلة المغرب بدأ ينظر إلى إفريقيا كمستقبل كأعمال مستقبلي والموضوع هو المغرب في بعده الإفريقي كما تعودنا نحاول في مؤسسة علال الفاسي أن نتطرقى للأمور الوقتية أكثر من أي شيء آخر وخلصت الندوة إلى أن المملكة تحولت من دولة تطبح إلى نسج علاقات سياسية واقتصادية مع إفريقيا إلى دولة مؤثرة في النسيج الاقتصادي وتكتلا سياسيا محوريا في القارة السمرة في السياق انفتاحها على المحيط التربوي الوطني صفارة اليابان تتواصل مع التناميذ إحدى المؤسسات التربوية بمدينة الجديدة والهدف تقريبهم من المصاري الدراسي باليابان بوشعب عماري وأحمد الحمري يندرج هذا اللقاء في إطار في سحي الصفارة اليابانية بالرباط على المحيط التربوي الوطني من خلال تقريب صورة هذا البلد الأسيوي في مجال علوم الفضاء وما وصلت إليه دراسة الأبحاث خدمة للإنسانية جمعا كما يسعى هذا اللقاء إلى التواصل مع الطلبة بمختلف الأكاديميات التربوية بالمملكة نتحدث في هذا اللقاء عن ما تحقيقه اليابان من تقدم في مجال تكنولوجيا علوم الفضاء وعن إمكانية متابعة الطلبة المغاربة لدراستهم العليا باليابان نتحدث في مجال علوم الفضاء في مجال علوم الفضاء الوزارة التربية الوطنية يعني عندها أصلا يعني واحد تركم إيجابي جدا لعلى أهم هو التعاون مع الوكالة اليابانية التعاون الدولي جيكا بحيث أنه مثلا على مستوى المدرية الجديدة فابتداء من شهر شوتنبير المقبل سنستقبله للمدة سنتين متطوعة يابانية لغيكون الضور دياله هو المواكبة منتاع المؤسسات التعليمية في مجال أنشطة الحياة المدرسية الندو شكلت مناسبة لتقديم بعض الكفاءات المغربية التي أثبتت مكانتها داخل وكالة الفضاء اليابانية كأول أجنبي يشتغلوا داخل هذه الوكالة وتقريب تجربته من الطلبة وحتهم على الاهتمام بالعلوم الإنسانية كآدة للرقي والنماء كنت باحث في علوم الفضاء في اليابان في وكالة الفضاء اليابانية جاكسا التحق سنة 2011 من بعد واحد دكتورة ودون كارتائينا باش نديروا هذه اللقاءات هذا باش نقربوا لهم بعض العلوم اللي مثلا اللي كنت نسمعها صعيبة شوية بحال علوم الفضاء وهذا باش تكون واحد تحفيز باش يعرفوا بأن نرى أي ما صار ممكن يتبنى من هاد الانطلاقا من هاد التجارب وقد اختتم هذا اللقاء بالوقوف على بعض الورشات تربوية التي يتم معتمده كأساس أولي لتربيةه وتكوين قدمت اللجنة المنظمة لمهرجان وطني لمسرح الشباب في دورته الثالية وجائزة محمد الجوم للمسرح في نسخة 11 قدمت برنامج هذه التظاهر التي تسعى إلى تشجيع التقاطي الشبه المبدعة في مجال المسرح سامير أصبان وسامير براك الاحتفاء بأب الفنوني وتحفيز مبدعيه الشباب هذا ما تصب إليه النسخة الثانية من المهرجان الوطني لمسرح الشباب تظاهرة تقافية ستنطلق في الثاني من ماي القادم لتتبارى على جوائز المهرجان 12 فرقة تمثل كل جهات المملكة تم اختيارها بعد سلسلة من الإقصائيات المهرجان في المهرجان ككل من بعد المراحيل الإقصائيات كانت المرحلة الإقصائية الإقليمية ثم الجهوية ومن بعد مليتت كل جهوية كل جهة اللي هي 12 جهة في المملكة المغربية السعيدة كل جهة تعطينا فرقة اللي كتمثل الجهة ديالها وإن شاء الله إحنا مقبلين إن شاء الله بتداء من يوم ثاني ماي إن شاء الله يوم التولتاء المقبل بالموازات مع المهرجان أعلن خلال هذه ندوة الصحفية عن انطلاق جائزة محمد الجم للمسرح في دورتها الحادي عشر خلال فعاليات المهرجان ستتوج شخصيات من عالم المسرح بصمة ذاكرة الركح المغربي الشباب نعطيه فرصة التباري ولكن فرصة أيضا لمد جسور تواصل ما بين ماضي المسرح المجيد والحاضر ديالي تنتمنى أنه يكون أيضا مشرق بالإضافة لهذا الدورة هذي هو دائما كان واحد الجانب ديال تكريم وتنحولوا فيها دائما في إطار هذا المد الجسور على أننا نعرف هذا الرعيل يعني الحديث الآن وهذا الشباب الواعد اللي الآن يشغل في مجال المسرح بأسماء كبرى اشتغلت في مجال المسرح هذه السنة سوف نكرمه اسمين المسكين الصغير كمؤلف مسرحي ومبدع مسرحي ثم كنزة فريدو وهي ممتلة مخضرة عملات في هوة منذ أكثر من ربعين سنة المهرجان الوطني لمسرح الشباب هو امتداد للمسرح المدرسي حدث ثقافي يسعى إلى تحفيز المواهب الفتية أكثر على الإبداع على الخشبة رياضيان وبعد التعطف للأندية الوطنية في ذهاب المسابقات القارية تدخل فرق والوداد والرجاء والجيش الملكي لقاءات الإياب وهي تمني نفسها بتحقيق التأهل للمربع الذهابي محمد بن تركة حسن زاكي مصطفى الدوع الإلاج الأندية الوطنية الثلاث تدخل غمار مباريات إياب مسابقتين عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكف مواجهات حارقة وفاصلة في إياب دور الثمانية الويداد الرياضي مطالب بتجاوز هدف الذهب ويداد الأمة بات خلال السنوات الأخيرة مستأنسا بأجواء المسابقة إذ يلعب الأدوار الطلائعية وهو حامل لقب المسابقة ويدادو خلال السنوات الأمة الآن إن شاء الله مع الجمهور إن شاء الله سنربحوا ونفوضوا وإن شاء الله الرباح واللقاب سنحافظوا عليه إن شاء الله وديما ويداد وخنات جاكا في مباراة الدهب وحد زيره لأن فهم شي مكان لدينا الجماهير وكل جماهير الملك يعطون تحفيز كبير لللاعبين وإن شاء الله تكون يوم الجمعة وعام شو نصلى وإن شاء الله وغا ندعوه مع الويداد تربح نتيجة إيجابية إن شاء الله وما نلزم هوره واناك عارف مركب محمد الخامي إصرام ما شي إذا ما تبقى نقولك بعد العبارة ما نخسروش تشأهول وكانتش مننا والفرق المغربية كاملين تشأهول الرجاء الرياضي ومهمة صعبة أمام نادي القرن الأهل المصري لكنها ليست بالمستحيلة إذ ستلعب جماهير الرجاء العالمي وكمجرة العادة دورا مميزا لتحفيز اللاعبين في نزال على صفيح صاخن المصري اللي جاء نتمنى ما يكون لا تخريب لأولو وما يكون مهم نحن كنا كازاوة بحل الويدات بحل الرجاء الرجاء الويدات نترجع في النتائج وهذا شي ما غريب على الفريق وكنتمنى المقابلة تدوث في واحد الروح الرياضية الإخوان الميز ريض رام خوتنا إن شاء الله المصري جاي دي لغاجة إن شاء الله مش كمش الخاصة بحل المصري اللي فاج إن شاء الله يكون أيديوش حاجة مزيان الله نرسل قد يمسي ورغم أنه يجعن خسر نبجز الزائر وهنا إن شاء الله حتى لاشي الزائر طرور عدنا عدنا مدرب شيقين في شيقين في زماعي شيقين في كل شي معنا رب ومن خاف الزعيم وبعد هزيمته في لقاء الذهاب بهدفين سيدخل مباراة إياب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسلحا بعزيمة اللاعبين عشاق نادي الجيش الملك وبعد طول انتظار أصبح أكثر من أي وقت مضى مطالبا بالوقوف كرجل واحد في هذا اللقاء الفاصل أمام اتحاد الجزائر بتوفيق لكل الاندية الوطنية التوقعات الجوية ضمن تقرير السلاف سرعي نساء الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى النشرة الجوية نستهلها بنشرة خاصة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من المساور بورتقالي والتي ستوقع أن يكون التقص حار طيلة يوم الجمعة بدرجة ستتراوح ما بين 244 و44 درجة بسرودانت أسس مارا سيدي قاسم وسيدي سليمان وبدرجة ستتراوح ما بين 38 و42 و40 درجة بالعرائش والزان مكناز باس ملاعقوب تونات الخميسات القونية تراخري بقاس برشيد بن سليمان سيدي بن نور بن ملل مناطق سوص رحمنا شيشة والقيه بن صالح قلعة سرغناء تاتا قلميم وطنطان وبدرجة ستتراوح ما بين 35 و39 درجة بيجرسيف تورير توجدان قاد ريوش الحاجب سفروت ساخنفرا ريبات سالة سخيرات مارام ديونة وكذلك بن وصر هذا ويتوقع انتشار قتل دبابيا على طول الوجهة المتوسطية وكذلك بالسوحيل الأطلسية الشمالية والوسطى وكذلك الجنوبية هذا وستكون سماء غائمة بالأطلسين المتوسط والكبير بمنطقة الشرق والريف مع نزول زخات أحيانا حاصفية كما ستهب رياح قوية نسبيا بالسوحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع رفع بعد الزوابع الرملية بداخل الأقاليم الجنوبية درجات الحرارة ستصل بحولنا إلى 36 درجة بفيقيك 37 درجة بوجدة 35 درجة بتنجا 32 درجة بمدينة الريباط 41 درجة بمراكش 25 درجة ستسجل بأقادير وكذلك بمدينة الضحلة و28 درجة بالقويرة والهيون وعن حالة البحر سيكون بالوجهة المتوسطية إلى قليل الهيجان بسواحل البغاز وبسواحل الأطلسية شمال بشتور سيكون قليل الهيجان بحلو سيصل إلى متر ونصف فيما سيكون بباقي السواحل سيكون قليل الهيجان إلىها إشبعوا السيطرة وحما بين متر وحد ومترين شكرا على طيب المتابعة ومشاهدنا وعود إلى قاتل الأخبار نصل إلى ختام هذه النشرة تذكير بأبرز مجافها المكتب المركزي لأبحاث القضائي التابع لمدير العام المرقب لتورب الوطني وبتنسيق وثيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية يتمكن من توقيف 13 شخصا يشتبه في مولاتهم لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمني الوطني وقعان برطوكول اتفاق لتأطير التعاون بشأن استخدام المنظومة الوطنية لتعريف الإلكترونية التي طورتها المدير العام للأمني الوطني بعد تعثر الأندية الوطنية في ذهاب مسابقة القرية في إفريقيا تدخل فرق الوداد والرجاء والجيش الملكي لقاءات الأياب في مسعى لتحقيق نتائج إيجابية وتأهل للمربع الثهر طبت أوقاتكم وإلى اللقاء بحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر